النهاردة حبايبي اناعمل مع بعض السمك فيليه كذاب من قشر بطيخ يعني قشر بطيخ دوت كلنا بنربيه في الزبالة فالنهاردة اناعمل بينه السمك ده هوت وطبعا حامل باكم الفيديو خطوة بخطوة السمك ده على فكرة انطلب مني في متابعة طلبة مني الطريقة ديت فانا بقدمها لها النهاردة واتمنى الطريقة تنلقيها جبه وحقول لكم على يعني تكاية كده هوت اللي تخلي السمك ده هوت يطلع معاك يعني ريحة السمك كمان تبقى قلبة لبيت كله كمان يعني فاكنك قالية سمك بجد يعني فتابعيني كده لنهاية الفيديو عشان تعرفي معايا التكاية دي فان شاء الله كده هوت تستفادوا من الفيديو دي اكلة اقتصادية طبعا تقدر اللي انت تعبليها يعني لو معكش فلوس خالص فتقدر اللي انت تعبلي الاكلة دي اه اكلة اقتصادية جدا وموفرة يعني فاتمنى اللي انتو تتابعوني كده حبيبي ولو الفيديو عجبكم فضلا وليس امرا ما تنسوش كده اللي انتو تشجعوني وتدعموني كده باللايك عشان اللايك بيخلي اليوتيوب يرفع لي الفيديو في الاكتراحات وناس تانية تشوف الفيديو ولو عندكم اي سؤال اي استفسار حبيبي اكتبوني برضو في التعليقات وان شاء الله كده نتواصل مع بعض ان شاء الله ونرد كده على كل اسئلتكم ان شاء الله زي ما احنا شايفين شكل السمك تخفى وجميل جدا على فكرة لما عملته كانت ريحته قلب البيت عندي كله يعني فاتمنى اللي انتو تابعوني كده هوت عشان تعرفوا التكايا اللي عتخلي اشرب بطيخ يقلب بريحة البيت كله ويبريحة سمك فتابعوني بقى كده عشان ايه نشوف مع بعض زي ما احدا شايفين انا هنا قدمت معاه طباطم وشوات رز ابيض اكل اقتصادية جدا يلا بقى نشوف الطريقة ايه مع بعض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم اخوتي وحبيبي في الله معكم حنان الوراكي من مطبخ طلبتك اوامر فالنهاردة بقى ايه هنامل مع بعض من اشرب بطيخ دهوت هنحوله للسبك الجميل اللي احنا شوفناه في اول الفيديو اه تعالوا بنا نصلي كده على رسول الله على يفضل الصلاة والسلام اول حاجة انا جهزت التدبيلة التدبيلة ديت عبارة عن ايه تدبيلة ديت عبارة عن ثلاث عشر فصوص طوم الاول هناخدهم من رأس الطوم اللي انا وريتها لكم وبعد كده هنحتاج عليهم ثلاث بعالي كبار من الملح معلقة صغيرة كامون معلقة صغيرة بابريكا يعني نص معلقة كده صغيرة فلفل اسود ربع معلقة صغيرة بن الشطة اه قرن شطة اه حرق يعني فلو انت حب انا ما حطيتوش على فكرة ما بنحبوش عندنا اه نص معلقة كده صغيرة كزبارة جافة اه يعني عصير اه عصير اللي مؤنة اه بحط كله مع بعضه كده في الكبة متاعة الخلاط وبضربهم كده اه اه او ممكن تدقوهم في الهون اللي يعجبك لحد ما بيبع معي اه بنفس نفس الشكل اللي احنا شوفناه وحطه في علبة دي وقت انا قشرت القشرة بطيخ بقطعه كده اه زي ما احدا شايفين بشيل منده الطبقة الحمرة وبشيل القشرة خضرة وبقطعه مكعبات كده عريدة يعني زي حجم السمك الفليه كده يعني وبعد كده بيكون معي بقى اي حلة حطاها على البتاجاز عشان اسلق ايه 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 ايشرب بطيخ ده هو الحلة دي كان فيها مية يعني ريت لو نص كده من المية معلقة كبيرة من الطوم البودرة ومعلقة كبيرة من الملح ويعني وحطتي يعني ايه نص كده نص معلقة كده من الشطة كده اه فيها يعني دي اختياري عايزة تحطيها حطيها مش عايزة بلقش اه ممكن لو انت حابة اللي انت تحطي بصل بودرة ممكن بس انا ما حطيتش اه وبعد كده بحطه على البتاجاز كده في المية لحد ما بيبدأ باختبره بالسكينة زي ما شوفنا في الفيديو اول بس كده كده بتغرس فيه كده وبيبقى خلاص كده خلاص استوى ايه باعيه بحطه بقى بطلعه في مصفى وما بحطش عليه باية سعب للحرفية لانا عايزة ياخد بالطعم الطوم البودرة والملح كده يعني يتشرق بعد كده بطلعه في مصفى وبسيبه لحد ما يتصفى خالص باخد بقى بعلاقة كبيرة من التدبيلة اللي انا عملتها اللي انا قلتلكم عليها وبحطها كده عليه وطبعا انا بعد ما بحط البعلقة التدبيلة ديت عليه المفروض ان انا بسيبه شوية عشان يتشرب من التدبيلة يعني عشرة دقائق كده ولا حاجة وبتسيبه بس يتشرب من التدبيلة ديت وبعد كده بيكون معايا كباية كده من الدي ايه وحنحطها في كيس وبعد كده حنضيف عليها اضافات برده عشان ايه يعني للكه اللي اكتر يعني يديني ايه تعقمة فحنحط معلقة معلقة صغيرة كده بليانة من البيكين بودر بيكون بودر بيبقى حلو يعني بيساعد برضو القش البطيخ ده هوت بيشربش زيت جابد لان احنا عارفين اللي هو زي زي السفنجة حطيت معلقة كده صغيرة من الكموق نعم وحنحط يعني رشة ملح رشة مش كتير وبعد كده حنبدأ بقى اللي انا عنحط معلقة صغيرة بابريكا ويعني نص معلقة كده صغيرة من الكاري يا بس كده بنقلب بقى ايه كله مع بعضه كده هوت وبعد كده بنبدأ بقى اللي انا احط بقى ايه طبعا في الخطوة دي يكون بقى ايه يكون قشر البطيخ كده اتشرب من التنبيلة كويه سببعد كده بناخده وبنتعامل معاه اكدنا بنعمل سمك ايه بالزبط زي باحدة شايفين بحطه بقى ايه كده احسن حاجة على فكرة اللي انت تعملي في الكيزة اللي انا بعمل كده هوت عيسهل عليك كتير حتى لو انت بتعملي برضو سمك برضو جابة سمك وعبلها بتعمليه بنفس الطريقة ايه كده فبيسهل عليك كتير دهوقتي بقى نروح بقى ايه كده انا جهزته فاضل بقى ايه الخطوة بقى ات الكاية اللي انا اقولت لكم عليها ده كده زيت ما يفعش انت تقليف زيت جديد باش عتحسي بتعب السمك خالص فده كده زيت مطرح سمك كنت قال يا فيه سمك قبل كده طبعا الطريقة دي كده الحركة اللي هي بتاعت الزيت دي على طريقتي انا لاني فيه ناس عابلت طريقة دي كتير يعني انا مش اول واحدة عابلها بس انا لما جربته قبل بلاز الفيديو ده هوت لديه في زيت جديد ما حدش كاله فانا لما قلت بقى اجرب تاني واصور معاكم الفيديو ده واجربه بقى ايه في زيت مطرح سمك يعني انا ازدك هوت تقالية فيه سمك قبل كده فلما قالت فيه اللي قالت فيه ريحة كانت قلبها لبيت كله فدي كده التكاية اللي انا اترككم عليها والتكاية ديت على طريقتي انا حصري والاول مرة طبعا ما حدش عابل الحركة ديت يعني فدلوقتي بقى ايه لبقى بتجي بقى ايه بنتعاب البقى بنقليه عادي اكد انا بنقلي سمك بالزبط وزي باحدة شايفين طبعا بقلب فيه كل شوية لحد ما بيتحمر كده على الجنبه نعم وزي باحدة شايفين شكله جميل جدا وعلى فكرة الطعب بتاعه طعب اكدك بتاكلي الطعب بتاعه اكدك بتاكلي سمك بس هو من السمك يعني دي كده يعني ده كده سمك كذاب يعني اه بتحس برحة السمك كده فبس هو من السمك بس يعني انتوا فاهمين قصدي يعني يعني دي حاجة يعني ايه حاجة كده ايه اكلة اقتصادية كده هوت لو حابين اللي انتوا تجربوها طبعا فيه متابعة كانت طلبها بيدي ولما انا بحست عن اللي انتوا كده فلاقيت فيه ده سعب للطرق دي ايه فا طبعا اه لما انا قلت اجرب مع نفسي قبل ما اصور الفيديو اجرب في كم حتة كده من اشرب بطيخ فجربتهم وقلت بقى ايه عشان حاطعة تلاحظوا اللي الميا كانت جاهزة بعيه يعني اللي انا سلقتي فيها كنت سلقه فيها قبل التصوير فلما قلت في زيت جديد اه يعني ما كانش ما كانش عاطي الطعم السمك خالص يعني بحدش يعني هو التاكل بس بس حاجة تانية يعني ممكن تعتبرها اي حاجة تانية يعني بس غير السمك بس قلت لما عشان احس الطعم السمك اللي انا فعلا بعمل السمك فقلت بقى لما احمر في زيت مطرح سمك غير كده مش هتحس اللي انت عاملة سمك اساسا يعني مش هتحس اللي انت قلية سمك اساسا نعم فده بس حركة الزيت عشان ايه يديلك طعم السمك زي ما احنا شايفين انا بطلعه في مصفى عشان يصفي ايه زيوت زيادة ويفضل كبير اللي انت ساعة القلي تسخل الزيت يكون سخن جابد بحيس اللي انت تنزلي به ما تنزليش به في زيت بارد زيت بارد ده اشرب الطيخ بيشرب بيمتص عامل زي السفينجة بيشرب احنا مش عايزونه يشرب زيت كتير انزلي به على طول في ساعتها في زيت سخن جدا انا عيبدا يتحمر على طول ومعلات البيكن بودر عتساعد اللي هو ما تشربش زيت كتير عيتحمر بسرعة فحتبدال انت تطلعي في مصفى يصفي اي زيوت زيادة او تطلعي على منادي الورق براحتك وبعد كده بتعملي بنفس الطريقة يبدت عرفت عشان ما يشربش زيت كتير ده كده حبايب يشكله يبقى زيت سخن جدا بتنزلي بتقومي نازلة بقى تقل السمك وبعد كده بتطلعي به تحطيه على ورق مناديل او فمصفى وبعد كده بتسيبيه لحد بيصفي اي حاجة زيادة زيوت زيادة فيه وبتقدميه بقى مع شوية رز ابيض او رز صيادية ممكن تقدمي معاه بطاطس محمرة صوابع او شبسي تقدمي معاه شوية طماطم انا طبعا لان فيه عندي مش بيحبه للخضرة في الصلطة يعني فقلت له ده قطعت طباطم ترشع ولا قطعت لكم واحدة كده عشان تشوفوا ايه شكلها ويبقى انا كده عملت باعاكم السمك الفلك الكذاب بالقشرب بطيخ لا تنسوا ليش حبايبي باللايك والشير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته